على صعيدنا اجتماعيا يعاني عبد العزيز القاتل ببلدية تبريش تابعي ضائرة عين البيضة في غولاتي أم البواقي من مرض خطير منذ أزيد من 17 سنة وهو مرض معروف بالعصب الليفي والذي انتشر بصفة كبيرة داخل جسده داخل جسده زاد من معاناته اليومية حيث ناشد سلطات العليا من أجل مساعدته في الحصول على فيزا لتوجه إلى دورة فرنسا من أجل تشخيص المرض بدقة التغتير لعبدالزاق نزار بسم الله الرحمن الرحيم أنا عبد العزيز بودريو موظفي قطاع التعليم موظف بسيط بثانوية أسماء رتبة كاتب اليوم جيت نحكي لكم على المرض التاعي اللي بدأ لي من سنة 2007 بسبب أني كنت نلعب في البالو تحت عليها رجلي هزوني للطبيب نحكي للمستشفى الجامعي بين فلسطوها ميباتنا كنت نعالج قد تقريب 21 يوم شهر عند البروفيسور خرلان خلال هذا المدة تم تشخيص المرض التاعي اللي هو الورم عصابي الليفي لونيروفيبروماتوس حاليا عندي قدمت موعد في فرنسا من أجل العلاج تم رفض التأشيرة الأولى بسبب عدم توفر سيولة المالية وناشد السلطات السلطات تدخل في أمر تاع والدي هذا راني ملقيتش ونروح ببن كل مقفولين عليها عييت تقيق أي باب راني مقفول عليها كل شيء والدي راوي يضيع بني دي ليل ونهار راني ملقيتش روح يا خبتي راني ملقيت نداء تاعي غعيش الجمهورية شخصيا لكن حتى أي إنسان يهز المسؤولية تاع بلدي راني غلوبة خوتي ملقيتش روحي والمحسنين وخاصة المحسنين يدخلوا راني عييت من سبيطار لسبيطار راني ملقيتش روحي راني ملقيتش روحي راني ملقيتش روحي وخاصة المنعين آخر وخاصة المحسنين unosددين شكرا